اشتركوا في القناة واحد واثنين من القرار رقم واحد وثلاثين لسنة الفين وسبعة عشر بعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان النصان الآتيان مادة واحد يعاد تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من مساعد وزير الخارجية نائبا للرئيس ممثل عن ديواني صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء ممثل عن وزارة الخارجية ممثل عن وزارة الداخلية ممثل عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ممثل عن وزارة التربية والتعليم ممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثل عن وزارة الصحة ممثل عن وزارة شؤون الإعلام ممثل عن النيابة العامة ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة ممثل عن هيئة التشريع والرأي القانوني ممثل عن مركز الاتصال الوطني ممثل عن جهاز المخابرات الوطني ممثل عن الأمانة العامة للتظلمات ممثل عن وحدة التحقيق الخاصة ممثل عن هيئة تنظيم سوق العمل ويصدر قرار من رئيس اللجنة بتسمية ممثلي الجهات وذلك بناء على ترشيح تلك الجهات على أن لا يقل المستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد أو من في حكمه وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة مادة اثنان إذا خلى مكان أي من أعضاء اللجنة لأي سبب يحل محله بذات الأدى من يمثل ذات الجهة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ترجمة نانسي قنقر